السلام عليكم طلبة قسيم تقنيات المختبرات الطبية نتناول موضوع جمع العينات الطبية وبعض الفحوصات الميكروبية المحاضرة السابعة لمادة التقنيات المختبرية النظري طبعا هاي المحاضرة مهمة طلاب أرجو الانتباه لها لأنه جزء من الأسئلة اللي رح تكون بالشهر يضمن هاي المحاضرة بما يخص موضوع جمع العينات يتبادر للذهن بالأول سؤال هو ليش أني أجمع العينات حتى تكون هي خطوة لما بعده اللي هي التشخيص المختبري وإذن أقدر أكشف عن الإصابات في منطقة معينة أو جزء معين من المجتمع أو المستشفى وينطيني معلومات عن وبائية ميكروب معين شون هسا وزارة الصحة تشوف بكل منطقة أو كل محافظة من المحافظات فحص يومي للكورونا هذا الغرض من جمع العينات يجمعون العينات ورح نحن نجي بالتدرجة ونضربكم أمثلة حتى تكون واضحة طبعا أنت لازم تكون أي نموذج يجيك مختبري تتعامل معه بحذر خوفا من التلوث لنموذج وإصابتك أنت يعني من جانبين خلاصة الموضوع يعني إذا أتكلم حتى تكون على بعين مثلا نموذج الدم نموذج سائل النخاع الشوكي أو غيره يعني أنت من استلمت النموذج ولوثت بالمايكروبات الموجودة بإيدك أو من مكان آخر راح المريض ما راح يستلم العلاج المضبوط لهذا الأصابة يعني أنت لوثت بمايكروب آخر وبالتالي راح يصير مشكلة مشكلتين بالتالي أنت من عزلته بصورة صحيحة راح تحافظ عليه من التلوث بصورة صحية راح يكون التشخيص خطوة التشخيص المختبري صحيحة وراح يوصف العلاج الصحيح تقدر أنت تخزني يعني storage in the media وإنت متأكد من هذا المايكروب اللي تم عزله مثلا من نموذج الدم أو من نموذج سائل النخاع الشوكي اسمه الفلاني يعني شغلك يكون مضبوط لكن قبل لا أبدأ شروع بعملية جمع ما هي الخطوات الأساسية نحن نتطرق لها إسه وما هي الأدوات اللي نحتاجها هذه مهمة أولا يجب أن تكون جميع النماذج معلمة يعني شنو معلمة معلومة مثلا تحوي على الإسم نوع النموذج يكتب مثل سائل النخاع الشوكي دم قشع غراز إدرار يكتب عليها وقت أخذ العينة والتاريخ كل يسجل على العين على تيوبة تاريخ التشخيص المريض مثل هل المريض عنده سكر ضغوط هاي الأمور الأخرى يسموه history of the patients أو أي مضاد حيوي أخذه يعني احتمال هذا ما أخذ مصاب وأخذ مضاد حيوي من أخذ المضاد الحيوي اللي هو مثلا amoxaline أو bencerine أي مضاد بغض النظر عن نسم هذا المضاد رح يقتل المايكروب وبالتالي من أخذت العينة مالتك العينة مالتك رح تكون خالية من المايكروب لازم تسألك أبل أخذ العين وبعض الأحيان يطلبون الرقم مالته هاي الأشياء الـ basics الأساسية في جمع معلومات النماذج بعدها أنت الخطوات اللي هي الـ preparation حتى من تجمعها الـ id لازم تكون نظيفة والأدوات اللي تتعامل معها يجب أن تكون أيضا معقمة مثل الـ container اللي تجمع بالعينة يعني الحاوية اللي بها غطاءها هاي يجب أن تكون شنو معقمة الوسط الناقل مالتك اللي تستعمل اللي تستعمل لنظيف غير ملوث وغير يعني ما منتهي المدة حتى قدر الإمكان تتحافظ على الميديا المايكروب داخل الميديا عذرا وتوصل للمختبر بالوقت الملائم الأدوات اللي تحتاجها هي يعني مثل نقول شائعة مثل الكفوف أدوات حماية شخصية مثل نظارات أو قناع كمامة صدرية بعض الأحيان مستشفات حتى أحذية خاصة تعرفون أنتو هاي كونتينيرات معقمة وسط خاص ناقل وسط خاص ناقل لهذا المايكروب حسب نوع العينة هذا اللي صار أتكون ماضح بما يخص نماذج الدم يجب أيضا العاملين اللي يستقبلون أو اللي يقومون بسحب هذه العينات مدربيين شون أنتو هسة حتى يسمون الفحوصات يعرف مثل كمية مضاد التخثر يعرف في العينة وال الدم اللي يسحبها ما يكون بها يحطم كريات الدم وما إلى آخرية يعني على دراية بأساسيات أخذ النموذج وأيضا يخليه في يوتيوب أو الكونتينير خاص بي حسب نوع الفحص اللي راح يسوي هذا واضح بعدين أنت حسب الفحص المختبر إذا نطلب زراعة الدم حسب التشخيص أو العمر اللي يسلكي يا الطبيب راح تزرعه في مزرعة الدم ووسط أقار الدم وكلكم تعرفون الزرع يكون بالتخطيط على هذا الوسط وحضنه وبعدها نحن نشوف النتيجة إذا أكو نمو يعني أصابه وإذا ما أكو إذن هذا خالي من الأصابة يتحول على شيء آخر لكن أكو فحوصات أخرى مثل البيوبسي ماتيريا البيوبسي يعني الخزعة وهي يأخذون جزء من الجسم يعني فاتشي موقعي مثل الجلد العضلات كيدني يكون شخص متدرب وخبرة في سحب العينة حتى يحافظ عليها بالصورة الصحيحة وبعد ذلك تثبت بالفورمانين حتى يحافظ على هذا الجزء من الجسم اللي أخذ النسيج أطول فترة ممكن حتى يفحصه لكن إذا أنت أخذت جزء يعني خلاف ما هو بالمايكروب وإلى جداع زالة بكتيريا ما يصيد يضيف عليها فورمانين يعني الفورمانين رح يقتل البكتيريا لكن الفورمانين فقط في حفظ النسيج البيوبسي اللي يطول بحفظ هذا النسيج يحافظ عليه على شكل طوال فترة ممكنة رح تأخذوها بالشرائح النسيجية ويا دكتورا نسري البيوبسي والأتوبسي بما يخذ سائل النخاع الشوكي سيربرال سباين الفلود طبعا هذا يكون اللون مال صافي والسحب مال تلازم شخص مدرب أقل سبع سنين يعني لابراتوري واركر بروفيشينار يعني أي غلط بمكان السحب من النخاع الشوكي يضرب الحبل الشوكي يسبب يسبب لشلل فهي رادل حذر واحترافية بالعمل ليس يسحب سال النخاع الشوكي بالعادة يكون لون صافي وما بيع كور إذا أقل كور دلالة على أصاب بالبكتوريا مثل السبب سحاية من النجايتس بينما يخص سواب الأذن والإيروسواب طبعا الالتهابات مع الأذن من يراجع المريض أو يدخل للطوارئ أو يرجي يريد يسحب العينة ستشوف أفرازات صفراء بهذا الأذنين حتى مرات تشوف ميا رأسة أو نقول نحن محاط رأسة كتفة من قدم الالتهاب أو أفرازات صفراء اللون نسميها بسد شارج يعني خلايا قيحة وصديد واضح من عدة طنة أو صوت ما واضح فالسواب مالتك لازم يكون نظيف معقم وتسحب بالشكل دائري على الجهة الخارجية والأفرازات الصفراء بعدها توضع بيط أسرع وقد ممكن الأسواب مالتك اللي يحوي على هذه الإفرازات على وسط ناقل وإذا ما حصلت لازم يكون الأسواب بدفع لمنطقة أعمق لكن بدون ما تسبب ضرر لطبلة الأذن وبحذر تتعامل معه بعدها تروح للمختبر ويفحصوها أيضا زرع على وسط زرعي يشوفون أكون نمو إصابة ما كون نمو لا توجد إصابة بالنسبة للأسواب العين مرات أيضا يراجعون إلى التهابات العين نفس الحالة يمكن المريض ينظر إلى أعلى وأنت بالإصواب من الجهة السفلة للعين لحد ما تتجه لحد مقدمة ملتحمة العين يعني زاوية العين القريبة على الأنف وتفر الإصواب مالك ببطء وبرفق يعني بشكل موازي إلى الزاوية مع العين وتضع بالوسط الملائم الناقل إلى الحين وصوله إلى المختبر وإذا موجود قريب بالمختبر يأخذ العين بما يخص نماذج الستول الستول من طبيعته يعني يكون حاوي على أكثر من مايكروب يوجد فيروسات بكتيريا طفيليات ديدان أنت بكل الحالات مثلا عندنا الشائع بالعراق حاليا اللي هي النورا والروتا موجودة بالستول لذلك تتعامل معها بحذر يعني أخذ الأدوات الاهتياطية والاهتياط إلك كمامات كفوف اللاب كوت يعني الصدرية وتعقيم بعد السحب لأن اهتمال تنقله إلى البيت مباشرة بعد ما تأخذها بالأسباب للوسط الناقل وإلى المختبر الفحص أيضا يجب أن يكون الكونتينر لازم الكونتينر حاوي على معقم وما يحتوي على مواد ملوثة لهذا النموذج مثل ما يعني شرحنا سابقا راح يداخل مع فترة العلاج راح ينطي مضاد حيوي خطأ وراح من يقدر المريض يشاف فحصاتها يعني ماكروسكوبك يعني بعيانية فيزيائية يلاحظون اللون يلاحظون الرائحة ويشوفون التغيرات عليها بعض الأحيان تطلع بالخروج أثناء الفحص قطع من الديدان التابو التابو سيجمت فري فروم سايز يعني متنوعة بالحجم مالتها بقدر حبة الرز وأكو أطول وأقصر الديدان الشوكية والوورب هاي أيضا ممكن إحنا تشوفها وفحصوها بفحوصات خاصة الزحار العصو البكتيري ممكن أيضا تشوفون هذا التنوع المايكروبي في عينة الستول طبعا ياسقب عينة بالتشخيص يعني هاي بها مايكروبات أيضا يجب أن ينقل بصورة فورية هو والدم يعني فورا ينقل إلى المختبر حتى نشخص بسرعاز وأخيرا وليس آخرا بما يخص الفطريات اللي أنتوا رح تأخذوها بالكرس الثاني أيضا إصابات تكون سطحية بالشعر بالأضافر بالجلد هاي الفطريات ماشي يعني تحب الحموضة والتعرق مالنا حامضي وأكو مرات ينفرز والملوحة وسكريات تتغذى على هاي الأشياء فتكون الأصابات الديرمات وفايتة رح تأخذوها الفطريات الجلدية السامبل ما لك يجب أن يأخذ مثلا إذا بالشعر شاك أنت يأخذ الشعر كاملة أما بملقط أو من خلال ما يصير تماث مباشر بالنكد يعني إيدك عاري وقبل تلزم الشعر أو شخص مصاب بالفطر رح تنعدي رح يكون السامبل يعني تسحب الشعر ثاني السامبل بحالة الأصابات الأظافر الأظافر كلها ينسحب ينشلع يعني رح تلقاه هو مخلوع من مكانه ماشي أو إذا ما قدرت الأظافر ينشلع يسوي لها قشط أو خدش ونأخذ اللون المتغير من عنده حتى نقدر نشخصه بينما جلد أنت رح يعقم بالبداية بالكحول سواب الكحول ويسموه سكرابي فروم اكتف اج تخدش حافة الالتهاب وحافة هذا البثر اللي تظهر لك حتى تقدر أنت تحصل على المايكروب وشكرا لكم آسفين للأطالة وبرك الله بكم اليوم اللي حضر ولي ما قدر نكمل بسبب أنه صار أكو إشكالات بالصوت فارتاوى الطلبة أنه نسجل ها وننطيع شكرا جزيلا لكم وبرك الله بكم للمتابعة تحياتي لكم تحياتي